الطاقم النهاردة طاقم التحكيم تحس انه كان مخل المباراة سهلة مخل المباراة دون أزمات دون مشاكل حتى لو فيها ضغط دي نهاية بطولة مش حتى مباراة في الدوري ممكن تخلص بتعادله عادي نهاية بطولة والأمور كانت هادئة تماما انت محسسش بيه خلص يعني اللي مش هاده النهاردة في مصر كلها بتفرج على المباراة طبعا قاله زي مالك نهاية كاس مصر بطولة كبيرة وماتش كبير كل العالم العربي والأفريقيا ومصر كلها بتفرج فالرجل النهاردة ما حسنش بيه يعني سبع انزارات في المباراة كلهم مستحقين شاك فراك للجزاء هنشوفه على الحالات تبعا مع بعض بس بتكلم على حاجات شاك فراك للجزاء بممتال هدوء برجع الفار حد اللعيبة الراجل قاله القرأة في الايده بس هنتكلم فيها بلا ما تيجي من منظر بتاعها الراجل شرح اللعبة للعيبة بممتال هدوء ما حسنش بيه يعني النهاردة فعلا نموذج لتحكم الجيد المحترم حسيت انه من اول الدقائق لما ادر انزار كمان لإمام عشور هجماعة اللي مش جاي هزر انا جاي افرد التزام وانا اسمعت حركة عشان اقول بس كتب بنفرج عن ماتش مع بعض انت قلت المباراة هتمشي هادي الحركة اللي عملها دي هو خلص الموضوع بالضبط بيجيلك كحكم في بداية المباراة بيجيلك هدية الهدية دي حاجة من الاتنين تقبلها وتكسب بها متشق ترفضها وماتشك يصعب عليك فلما جيت لك الهدية في اول ديئة ديئتين ثلاثة او انزار مستحق الإمام عشور ما ترددش كسب بالماتش صحيح هو دلوقتي هو كعنصر تالت من براه فريقين والعنصر تالت من الحكم الانزار ده لما جاله كسب بالماتش صحيح ونجح بالماتش بالانزار ده الانزار ده هو اللي نجح بعد كده الماتش وبالتالي هو نفس المعيار خده من اول ديئتين صحيح لا محدش تكلم اللي هو أنا متقبل اه يعني ممكن اتكلم شواء ليه ومش بس يعني بتعدي الانزار بيطلع واللعيب عنده قناعة بالحكم من اول ديئة خلاص عنده قناعة بالحكم اللعيب بيختبر الحكم فاختبار الحكم اول ديئتين الحكم نجح في الاختبار في جملة دايما كنت بسمعه عن الحكام يقولك الحكم النجح هو اللي بيعرف يفرض شخصيته على اللعبين لو اللعب حس ان انت مهتز او قلقان او خايف خلاص هو استلمك بقى بقى الماتش هو العمال الحكم بالنسبة لهم ده اول مرة يجي مصر طبعا اول مرة نشوفه في مصر صح اه محكمش الفرقين اه لا ما مشتعرفوش اول ديئتين عرفوه ايبا خلاص انا دلوقتي انا عرفتكم على نفسي او انا قدام حكم شخصية قوية ما بخذرش هو ديئت درسالة في ديئة تانية ان انا جاي اللي هشوفه احسبوه انظار هيجي هدي انظار لو جاي انظار تاني هدي انظار ما عنده مش مشكلة